السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ازايكم يا شباب وامنين ايه اتمنى تكونوا بخير النهاردة هكلمكم عن تطبيق جديد ولكن اسمع الشرح الاخر عشان ما تلبسه في الحياة التطبيق ده يا شباب اسمه ماس فتنس ولكن عايز اوضح لكم حاجة وضروري تسمعوها للاخر التطبيق موجود على جوجل بلاي دو دي يوحيلك ان التطبيق صادق في اسبتات سحب مالة نهاية تلاقيها موجودة على القنوات اللي موجودة في اليوتيوب ووضح لك كل حاجة في الفيديو دوت وهل التطبيق صادق كل دوت ه اقولهو لك في الفيديو بتاع النهاردة اهم حاجة ما تنساش اللايك والسبسكريب بتاعك ويلا بينا نبدأ الفيديو على طول طبق يا شباب زي ما انت شايف التطبيق واخد تقييم قليل جدا على جوجل بلاي على الرغم من عدد التحميلات القليلة اللي منزلها وبالتالي يا شباب دي حاجة مش كويسة في البداية ولكن لما نيجي نخش على التطبيق هتلاقي ان طريقة التسجيل فيه برضو زيها زي التطبيقات بتاعة التعديل وهي عن طريق ان ان انت تدوس على كلمة رجستر اللي تحت ديت ليرجستر ناو وبعدها هتبدأ ان انت تملى البيانات اللي قدامك ديت وهي عبارة عن الايميل ورقم التليفون والكود اللي هو بتاع الكاباتشا والباسورد والباسورد تاني وباسورد السحب اللي هو بيبقى نفس الباسورد اللي انت حطه وبعدها هنا كود الاحالة ومش هتقدر تسجل من غير كود الاحالة فلو انت حايف تسجل في التطبيق بتسجل عن طريق كود الاحالة اللي زي قدامك او كود الاحالة اللي هتلاقيه في الديسكريبشن وبعدها تدوس على الخيار بتاع اللي هو ان ان انت قريت الرولز وبعدها تدوس على كلمة ديت الشباب اللي فتح. وبعدها خلاص انت كده سجلت هترجع وتسجل دخول في الموقع عادي جدا. بعد تسجيل دخول الشباب هتلاقي الوجهة اللي قدامك ديت. واجهة بسيطة بتتكون من ان فيه تحت هنا تلات او اربع خانات. الخانة الاولية وهي الهوم والخانة اللي بعدها الماركت. وهي هقول لك ايه هو الكلام اللي موجود ده تحت كله. المهم يعني يا شباب ان اهم حاجة واهم خانة هي اللي هي خدمة الاملة اللي فوق. لان كان فيه خطة مجانية الموقع مفعلها. ولكن دلوقتي هي مش بتفعلها يا شباب. ولو دخلت وطلبت الموقع بالخدمة المجانية ديت او الخطة المجانية مش هيفعلها لك لانها هي عرض وانتهى. بما انا صح عشان يجذب رجل الناس يا جماعة ليه. طبعا الكلام اللي انا بقوله ده كله هيوحولك ان الموقع طبعا نصاب وهتقوله ده خلاص نصابه وتخرج وتسيب الفيديو. طب اسمع طيب للايه. الموقع ده يا شباب لما بتديله الصراحيات بيبدأ ان هو زيه زي سويت كوين بالزبط يعدي لك عدد اللي انت مشيتها في اليوم او عدد الخطوات اللي انت مشيتها في اليوم. ويبعدها بتبدأ ان انت تدوس على كلمة ديت يا شباب. ويبدأ ان هو يقول لك ان انت هتستقبل الارباح من المشي اللي انت مشيته ومشيته مبارح. عندنا برضو اهم خانة وهي خانة يا جماعة لتحت ديت اللي هي الخانة دية. بتبدأ ان انت تدوس عليها وداية الخانة اللي بيبقى فيها الخطط اللي موجودة في الموقع يعني الخطط اللي موجودة في الموقع يعني انت عشان تكسب من الماشي فعلا زي ما بيقولوا مش هتقدر انت تكسب مجانيا من الماشي لازم تشترك في خطة من الخطط اللي موجودة زيها زي بالزبط فكرة اللي مر يا جماعة يعني ايه يعني انت بتستصمر مثلا 15 USDT اللي هو 15 دولار وبالتالي بيبدأ ان الموقع يديك يوميا على كل 3000 خطوة بتمشيها حوالي 2 دولار تبدأ ان انت تسحبهم بكل بساطة ده يوميا تقدر ان انت تسحبهم يا جماعة ولكن زي ما قلت لك هالفكرة ماشية او مؤتمدة على عملية الاستثمار زيها زي تطبيق استثمار زيها زي تطبيقات TRX بتاعت الاستثمار يا جماعة اللي احنا كنا شرحنا قبل كده واللي قفلت ولكن برضو عايز اقول لك حاجة فاكمل الفيديو للاخر انت عشان تقدر تشتغل في التطبيق ده واتباختصار لازم ان انت تعمل ايداع عن طريق ان انت هتيجي على كلمة ميل لتحت ديت وبعدها تبدأ ان انت تدوس على كلمة اللي موجودة هنا ديت يا شباب وتبدأ ان انت تعمل ايداع في اقل اقل خطة وهي خطة الخمستاشر دولار او الخمستاشر USDT ولازم ان انت تعمل ايداع طبعا بعملة الUSDT يا شباب وبعدها تبدأ ان انت تدوس على كلمة وتحط سكرين هنا يا جماعة بعد ما تكمل العملية يعني انت مثلا لو تعمل ايداع بالبير هتبدأ ان انت تاخد سكرين لعملية الايداع وتحطها هنا وتبدأ ان انت تعمل سميت وخلاص يا معلم كده بخلال ساعة او ساعتين بيوصلك اليداع بتاعها المهم يا شباب نرجع تاني لموضوعنا بعدها بتبدأ ان انت تيجي على كلمة موشن اللي تحت ديت وتدوس باي للخطة اللي موجودة فوق ديت يا شباب زي ما انا ما هشتريها معاك ودلوقتي ولكن انا عايز اوضح لك ان معظم الناس اللي عملت شرح الفيديو ده يا شباب عاملة شرح اعلاني يعني هما ما عملوش ايداع من محفظتهم الشخصية المهم يعني هنبدأ ان احنا ندوس باي ويبقى دي يا شباب يبقى احنا كده اشتركنا في الخطة اللي هي بتاعة ال 15 دولار وخلاص كده شباب انا كده هعمل ريفريش هلاقي ان اتخصم معي المبلغ وان انا بقيت مشترك في الخطة وهيبدأ ان هو يحسب معي الخطوات ويعديها هنا يا جماعة لكن انا قبل طبعا ما كنت مشترك في الخطة او ما كنتش مشترك في الخطة فبتاني ما كانش بيحسب معي الاستيرب او كان بيحسبها وما كانش بيديني فلوس عليها فيا شباب دلوقتي انا معي في الاكاونت بتاعي 10 دولار هبدأ ان انا اعمل لك اثبات سحب دلوقتي عن طريق ان انا ادوس على مي ديت يا شباب وابدأ ان انا انزل احط على في الاكاونت انفو هنا احط طريقة السحب عن طريق ان انا هدوس على كلمة apply with draw information ويبقى دي هبدأ ان انا حط طريقة السحب عن طريق trc الشين يا شباب اللي هي USDT trc الشين تماما ديني حطيتها يا شباب اهو وابدى ان انا هدوس على كلمة modify اللي تحت ديت اهو هيبدأ ان هو يقول لي خلاص كنا حطيت طريقة السحب بتاعتي وطريقة الدفع اللي انا عايزها او اسحب عليها ابدأ ان انا ادوس على وزدره والمسود وخلي بالك يا شباب بي اكتر من طريقة للسحب بتقدر ان انت تسحب عن طريق البير او اي طريقة تانية ولكن يفضل انت تسحب بعملة الـ USDT لان انت كده كده بتعمل اي ده بعملة الـ USDT وزي ما انت شايف هنا بيقول لي اكتب لي المبلغ اللي حد تسحبه فانا هكتب 10$ او 10 USDT وابدأ ان انا اكتب هنا الباسورد اللي انا كنت مدخله يا شباب وقلتلكم دخله اثناء التسجيل وابدأ ادوس بميته يا شباب وهو بيقول لي خلاص مجروق تمت عملية السحب وهبدأ ان انا ارجع كده واخش تاني على كلمة الـ USDT واشدوس على كلمة record ديت يا شباب هيبدأ ان هو يوريك ان العملية السحب هي الطلبت عملية السحب بتاخد اقل من 24 ساعة ولكن دوت في خلال اوقات العمل الرسمية مستثني منها السبت والحد السبت والحد دول اجازة فلو طلبت فيهم السحب يمشي هيوصلك السحب ولكن دون عن كده في الايام التانية السحب ما بياخدش 24 ساعة بيتباعد في اقل من 24 ساعة في الغالب يا شباب في اول سحبة ليك في الموقع هيبدأ ان هو يقول لك تواصل مع الدعم يا جماعة عشان تبدأ ان انت تعرف او يتأكد او يتطمن ان هو بيرسل الفلوس للشخص الصحيح فهتتواصل مع الدعم وتقول له ان ان انت طلبت اطلبت سحب من الموقع ويبدأ ان هو يقول لك تمام وان احنا هنأكد لك السحب في خلال 24 ساعة فبسيدي انت جمعت دلوقتي محددة او مثلا جمعت هنا التلات تلاف ستيب تبدأ ان انت تدوس على الريسيف اليستر دي ارنينج ديت ويبعدها يا شباب يجي تخش على الماركت هنا عشان تبدأ تبدل العملة اللي انت خدتها ديت لان انت الستيبس اللي انت بتمشيها ديت بتاخد عملة من عملات الموقع وهي الماس فتنس يا شباب حاجة كده مشابهة للعملة بتاعة سويت كوين نبدأ ان احنا ندوس على كلمة الماركت اللي تحت ديت يا شباب هتلاقي ان سعر العملة دلوقتي بتاع الماس فتنس هو 21 سنت يا شباب ويداخل على ربع دلار زي ما انتوا شايفين المخطط ان هو العملة سعرها عمال يزيد هتبدأ ان انت تدوس على بي تو بي تريد ديت يا شباب لما يبقى معاك طبعا منين العملة بتاعة الموقع وهتبدأ ان انت تبيعها يا شباب ان انت تختار اما باي او سيل فلو دوسنا سيل طبعا هنبدأ ان احنا نختار سيل وندوس العدد البتاعة العملة اللي موجود معنا مسلا ونفرد عشرة وبعادية هتبدأ ان انت همعلم يقولك ان انت هتكسب المبلغ دوت او هتستقبل المبلغ دوت اللي هو تنين دولار تلتاشر وتبدأ ان انت تكتب هنا الباسورد بتاع السحب وتدوس على كلمة سيل يا شباب اللي هو سيل العملة بتاعتهم وخلاص لو انت حايف تشتري طبعا العملة هتدوس على كلمة وتشتري العملة بتاعتهم عادي جدا يا جماعة طبعا يا بص عايزين من الاخر خلاص الموضوع هل الموقع صادق ولا نصاب بص يا شباب الموقع ماشي خطة او ماشي على الخطة بتاعة الناس النصاب ولكن الموقع واخد الصلاحية ان هو ينزل في جوجل بلاي بقى انا الحقيقة محتار يعني انا شخصيا محتار ازاي موقع زي كده بيقدم الولود ديت او بيقدم الطرق الطريقة ديت يبدأ ان هو يتحط في جوجل بلاي يا شباب بعد الفحوصات اللي بتتعامل عليه لان جوجل بلاي طبعا مش بيقبل اي موقع وخلاص او اي تطبيق وخلاص يتحط عليه يا شباب فبالتالي التطبيق ده تواخد صلاحيات امنة من جوجل بلاي فبالتالي جوجل بلاي بتقولك ان التطبيق ده اتامن طيب نرجع بقى للاشارات هل الاشارات بتوضح ان الموقع ده تمكن ينصب مستقبلا الاشارات بتوضح كده طب هل الموقع ده تدلوقتي نصاب وما بيدفعش للناس او فيه ناس اشتكت ان الموقع ما بيدفعش او الكلام ده كله اطلاقا يا شباب الناس بس مش عارفة تتعامل مع الموقع وكل الحاجات ده بتتحل لما بتتواصل مع الدعم بتاع الموقع من فوق بيبدأ ان هو يحل لك المشكلة بتاعتك وتستقبل دفعاتك عادي فانا بقولك ايوة في المستبع الممكن الموقع لما يوصل لعدد من الناس او عدد من المبالغ يبدأ ان التطبيق يقفل وينصب على كل الناس ازاي وزاي مواقع التعديم بتاعة يا شباب طيب انت رأيك هيحي ان انا اشتغل في الموقع وخاطر ولا لأ والله يا ابني بص لو انت واحد ناوي ان انت تشتغل في حاجة زي كده فانا ما انصحكش ان انت تشتغل عليها او لو انت واحد ما اشتغلتش قبل كده او مش عارف ازاي عملية الاستثمار في النقطة دوت من المواقع يا شباب فانصحك ان انت متشتغلش في التطبيق دوت يا شباب وتروح تشتغل على التطبيقات او المواقع بتاعة المبتدئين اللي انا شرحتها لكم يا شباب اللي هي ما بتحتاجش منك اداع ولا اي حاجة وتشتغل بكل بساطة وتكسب فلوسك وتجمعها وتكسب وتسحبها عادي جدا يا شباب بس ده كان تقييمي للموقع فزي ما قلتلكو هو دلوقتي ما فيش منه مشاكل ولكن في المستقبل ممكن يبقى فيه منه مشاكل فانا ما انصحش حد مبتدئ انه اشتغل عليه اتمنى يكون الفيديو عجبكم ما تنساش اللايك والسبسكرايب والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته